اكد سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل على توطيل أفاق التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة بين البلدين الصديقين وما تتسم به من نماء وتطور على كافة الأصعدة نعم جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والتجارة الدكتور جورج الزريقات رئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية وسيد أناتولي متروشين نائب رئيس الجمعية وذلك لمناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة وأشهد الزياني بالجهود التي تبذلها جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون بمختلف مجالات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية صديقة مشيرا إلى الدور الذي تؤدي هذه المؤسسات المشتركة في تعزيز التبادل الاقتصادي بين بلدان العالم منوها في هذا الصدد بدعم حكومة مملكة البحرين لكل الخطوات التي تصب في صالح العام للوطني والمواطنين بكل البلدين الصديقين وتطلع إلى المزيد من المساهمات البناء والمعززة لهذه العلاقات الوطيدة